مخاض عسير دام نحو تسعة أشهر تمخض عن حكومة لبنان الجديدة بعد صراعات وتجاذبات وإرادات دولية تريد فرض أجنداتها في لبنان رئيس الوزراء سعد الحريري وصف الحكومة الجديدة قبل تشكيلها بأنها سترضى اللبنانيين مؤكدا أن البلد لم يعد يحتمل التأخير في تشكيل الحكومة لكن هذا التأخير يرجع جزئيا إلى أسباب داخلية مدفوعة بقضايا إقليمية أوسع خاصة فيما يتعلق بالصراع بين المملكة العربية السعودية وإيران فالصراع بينهما يزداد تعقيدا وشدة إزاء لبنان من جانب آخر فإن ميليشيا حزب الله الذي طالب تمثلا أكبر في الحكومة الجديدة حصل على ثلاث وزارات وسط تحذيرات أمريكية إذ نقلت وسائل إعلام في الولايات المتحدة عن مسؤول في وزارة الخارجية أنها تشعر بالقلق من تولي حزب الله وزارة خدمية في الحكومة الجديدة في إشارة إلى وزارة الصحة وأن واشنطن ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات اللبنانية لا تذهب إلى دعم الحزب رويترز أكدت في تقرير لها أن تساع سلطة ميليشيا حزب الله في لبنان يعكس النفوذ الإيراني المتزايد في محور يمتد من طهران عبر بغداد وحتى دمشق من جانبه أرجى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة كانت مرتقبة إلى لبنان بسبب مواقف لبنانية لا تلتزم بسياسة النئي بالنفس عن الخلافات والصراعة العربية وهي السياسة التي حصلت تفاهم عليها بين فرنسا ولبنان أثناء زيارة سابقة للرئيس اللبناني ميشيل عون إلى باريس والتي تدلو بدلوها وتتدخل هي الأخرى في الساحة اللبنانية كل ما أحاط ويحيط بتشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة يتطلب منها أن تخرج بمعطيات عن تغيير حقيقي يخدم الشعب اللبناني